الحكومة منذ تنصيبها هي تقوم بمراقبة الأسواق وتقوم بحملات لمراقبة الجودة ومراقبة مختلف المقتضيات القانونية التي تؤثر هذا الموضوع وخلال الأسبوع الماضي قدمت معطيات تتعلق بحصيلة بداية هذه السنة أي منذ 1 يناير إلى غاية الأسبوع الماضي إذا سمحتوا لي سأعطيكم معطيات تتعلق بحصيلة المراقبة منذ فاتح يناير 2023 إلى غاية 22 فبراير 2023 إذن تدخلات همت تدخلات اللجان المختلطة التي ترأسها الولادة العمال همت مراقبة 64.034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقصيد أفضت هذه التدخلات إلى رصد 3325 مخالفة فيما يخص الجوداء تم حجز وإطلاف ما يعادل 400 طن من المواد الغير الصالحة لاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير واش الحكومة تقوم بهذا العمل غير هذه السنة؟ لا دائما الحكومة تقوم بهذا العمل حصيلة السنة الماضية يناير منذ يناير 2022 إلى غاية دجمبر 2022 كانت حصيلة المراقبة همت فقد قامت اللجان المختلطة بمراقبة 308.543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقصيد تم خلالها رصد 12.452 مخالفة تم على إطرها توجيه 2597 إنذار وحالة محضر إتبات المخالفات إلى وكل مليك في حق 9.855 إذن هذا العمل هو عمل مستمر وتقوم به الحكومة دائما عبر اللجان المختلطة التي يترأسها الولاد والعمال بالنسبة للأشهر كلها أعطيت العدد الأماكن التي تمت مراقبتها بسنة 2022 عدد المخالفات المسجلة عدد المحاضر عدد الإندارات الكميات المحجوزة الكميات المحجوزة بالطن هي ألف بالنسبة لسنة 2022 1108 طن من الكميات المحجوزة ماذا يدار بها؟ المحجوزات الغير صالحة للاستهلاك يتمو يتلافوها المحجوزات لصالحة يتمو بيعها بالمزاد العلاني ترجمة نانسي قنقر